تواجه عشبة بحرية حمراء مستخدمة في تصنيع مادة جيلاتينية محببة لدى النباتيين خطر الاندثار في تشيلي احدى اكبر الدول المنتجة لها في العالم وذلك خصوصا بفعل سنوات من الاستغلال المفرط على شاطئ كويوين في جنوب البلاد ينكب الصيادون المزارعون مزودين بعربات خيل قديمة على زرع هذه التحالب التي تنبت في الرمل عند هذا الخليج الذي تصب فيه المياه الباردة من المحيط الهادئ بحلول الايام الخمسة عشر المقبلة ستكون جاهزة للحصاد الاول بعدها سنشهد موسمي حصاد او ثلاثة حتى شهري شباط فبراير واذار مارس وفي العام الماضي حذرت دراسة من خطر اندثار هذا النوع من التحالب التي كانت تستخدم كنوع من الاطعمة او كعلاج تقليدي من جانب السكان الاوائل في جنوب تشيري والتي حققت خلال السنوات الاخيرة من خلال المادة الجيلاتينية النباتية التي تنتجها نجاحا كبيرا خصوصا في اوساط النباتيين الذين يفضلونها على الجيلاتين المحضر من مصادر حيوانية تراجع عدد التحالب كثيرا قبل سنوات كانت هذه المنطقة مملوئة بالكامل كانت التحالب تبلغ مستوى الركبتين حتى انها كانت تصل الى مستوى الخاصرة لكن رمال الشاطئ باتت اكثر سماكة واسباب تدهور هذه التحالب لا تقتصر على الاستغلال المفرط اذ ان دودة تقطات من هذا النوع من الاعشاب البحرية اضافة الى البقايا الملوثة لمزارع انتاج اسماك السلمون ساهمت في مفاقمة الخطر الجاثم على هذا النشاط الحرفي الذي يوفر موارد العيش لحوالى الفي شخص اشتركوا في القناة